المجلس الانتقالي يستولي على الإرادات السيادية في محافظة عدن مليار ريال هي الدفعة الأولى من الإرادات التي اضطر جمارك المنطقة الحرة بعدا تحويلها إلى حساب تابعا للمجلس الانتقالي في البنك الأهلي مدير عام جمارك المنطقة الحرة شرح في مذكرة رافعها إلى رئيس مصلحة الجمارك الظروف التي أجبرته على وضع هذا المبلغ الكبير تحت تصرف المجلس الانتقالي ومنها أنه تلقى قرارا مما يسمى رئيس الإدارة الذاتية للجنوب ومذكرة من القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي وأخرى من مدير عام مكتب المالي بمحافظة عدن يضاف إلى ذلك أن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الانتقالي ونائبه وبمعية مندوبين من البنك الأهلي حضروا إلى الجمارك وقاموا بإلزام المصلحة بتحويل المبلغ المذكور لحساب المجلس في البنك الأهلي لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد بدأت المرافق الإيرادية في بناء عدن وميناء الزيت وهيئتي الجمارك والضرائب بحصر الإيرادات المالية للمرافق الأربعة تمهيداً لتسليمها إلى المجلس الانتقالي الذي كلف مسؤولين تابعين له في المرافق والمؤسسات الحكومية لمراقبة الإيرادات المالية من هذه الجهات خطوة كهذه تدشن عملياً سيطرة المجلس الانتقالي على الموارد السيادية للدولة اليمنية وتحوله بنظر المراقبين إلى قاطع طريق بامتياز بالنظر إلى أنه يصادر الرسوم الجمركية وغيرها من الإيرادات الأخرى المفروضة على بضائع وسلع وخدمات يستهلكها أكثر من ثلاثة أرباع الشعب اليمني الذين يعيشون في مناطق خارج سيطرة الإدارة الذاتية لهذا المجلس منذ الآن سيتكبد اليمنيون أعباء إضافية يفرضها الإنقلابيون الجدد في عدن تضاف إلى الأعباء التي يفرضها إنقلابي صنعاء فيما تسخر هذه الإيرادات لدعم وإسناد المشاريع السياسية والصراعات والحروب التي يخوضها هؤلاء الإنقلابيون ضد الشعب اليمني وأكثر ما يلفت النظر في الخطوات المتسارعة التي يقدم عليها المجلس الانتقالي هو ما يعتقد المراقبون بأنه مخطط لتطبيق اتفاق الرياض بالطريقة التي يقررها هذا المجلس حيث يصادر الموارد السيادية في عدن ويصادر سلاح الدولة في محافظة أرخبيل سقطرة تحت أنظار قائدة التحالف التي تعزز وجودها العسكري في المحافظتين على حساب السلطة الشرعية القابعة في منفاه الإجبار بالرياض